دي الحلقة الستة وتسعين من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة هتكلم في الحلقة دية ان في ناس كتيرة بتسأل عن السكن هيبدأ امتى في الكمبوندات بتاعة العاصمة في الحي السكني الار سيفن والار ايت والمستثمرين مع حضراتكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل استيت جايد خليني مبدئيا اوضح لحضراتكم ان في نوعين من الاستلام اول نوع وهو الاستلام المبدئي وده متوفر حاليا في العاصمة موجود في الار سيفن وفي المستثمرين وفي الار ايت وده فكرته ان حضرتك بتقدر تعاين الشقة اللي حضرتك شريهة او اللي حضرتك لسه هتتعاقد عليها بس طبعا مش هتقدر تسكن فيها حاليا وده لان المشروع في المرحلة دي بيكون لسه فيه اعمال وفيه شغل ولسه فيه عمار بتتبني وطبعا ده بيبقى لسه قصاده شوية وقت بس طبعا الافادة من كده هي ان حضرتك بتبقى متطمن على العقار اللي حضرتك شريه بانك شفته على ارض الواقع وفيه بعد كده تاني نوع من الاستلام وهو الاستلام النهائي وده بيكون في حالة لما المشروع بيكون خلص ومتفنش ويكون مكتمل الخدمات والمطور هنا بيبدأ ان هو يبلغ حضرتك بينك تعاين وحدتك وتمضي على محضر الاستلام وطبعا من الوقت ده العقار بتاعك بيكون في الحيازة بتاعتك يعني لو حصلت اي حاجة داخل الوحدة بتاعتك حضرتك اللي بتتكلف بيها مش المطور المطور طبعا ملوش اي علاقة بالموضوع ده بس هنا المطور لازم يسلمك الوحدة بتاعتك تكون كاملة المرافق بحيث انها تكون جاهزة على التشتيب والسكن وطبعا لازم يكون المشروع نفسه متوافر فيه كل الخدمات بحيث انها تكون جاهزة للتشجيل زي الكلاب هاوس والمول وطبعا بالنسبة للاندسكيب والبحيرات الصناعية تكون كلها خلصانة بخلاف طبعا ان يكون فيه سيستم امن متكامل وشغال فدي كده تعتبر مرحلة الاستلام النهائي بس طبعا المرحلة ديت برضو تعتبر في الاغلب مش كفاية انك طبعا حضرتك تسكن على طول وده لاني مهم جدا ان يكون المنطقة نفسها اصبحت جاهزة للسكن وللحياة من توافر ومرافق وتكون الخدمات العامة شغالة فيها زي المستشفيات والجامعات والمدارس والمولات فده كله عشان يصبح جاهز زي الحي السكن التالب دلوقتي عندنا الار سيدي هو اصبح جاهز وفيه بالفعل واسر نقلت هناك وفيه حياة قائمة فالوضع دوت عشان يبقى موجود في الار سيبن بنتكلم في خلال ثلاث سنين يعني على الفين ستة وعشرين او الفين سبعة وعشرين اما طبعا بالنسبة لمنطقة المستثمرين فهتكون اقرب من كده طبعا بحكم تميز مشاريع على المحاور الرئيسية وطبعا بالنسبة لاغلب المشاريع الموجودة في الار سيبن وفي المستثمرين هي مبنية حاليا بنسبة 95% فالمشاريع ديت هي اصبحت دلوقتي قائمة بشكل شبه كامل وده باستثناء مشاريع قليلة جدا لسه في بداية الانشاءات بتاعتها وصدها طبعا مش اقل من اربع سنين وطبعا بالنسبة للار ايت انت تقدر تعاين شايتك دلوقتي بس طبعا بالنسبة للسكن هيكون ابعد شوية من الار سيبن وده طبعا ممكن يكون باستثناء المشاريع المميزة اللي هي بتبقى موجودة على الشوارع الرئيسية فدي كده كانت معلومات بسيطة بالنسبة للعملة اللي بتسأل على السكن هيبدأ امتى بالنسبة للكمباوندات بتاعت العاصمة ولو فيه اي حد محتاج اني اساعده وارشح له الفرص الاستثمارية وعرف حضرتك بالمشاريع اللي هي تتناسب مع متطلباتك وتكون في حدود الميزانية بتاعتك تقدر حضرتك ترسلي اي مسج على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة او فيه لينك موجود في اول الوصف وحضرتك مجرد ما بتلغط عليه بيوصلك على طول على الواتساب الخصبية طبعا الخلمة دي بتكون مجانية وتحت امر حضرتكم في اي وقت وشكرا جزيلا شكرا جزيلا